اليوم يعود الزمان إلى الوراء حيث يجتمع مجلس الأمة في جلسة خاصة بمناسبة مئوية الدولة في مبناه القديم الذي كان شاهداً على قرارات تاريخية ومفصلية عبر تاريخ الدولة الأردنية الهاشمية ضجيج نقاش يعود في رحاب المكان بطابعه العتيق في صرح مثل سلطة من سلطات الدولة الأردنية ألا وهي السلطة التشريعية المبنى القديم لمجلس الأمة في متحف الحياة البرلمانية الذي يؤرخ سياسات وتشريعات في بدايات عهد الدولة هو يستقبل السلطات الثلاث من جديد في جلسة خاصة لمجلس الأمة برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بمناسبة مئوية الدولة بعد سنوات من غياب أصداء الحياة البرلمانية في هذا المكان لاستذكار هذه الرمزية البرلمانية في مسيرة الدولة في أرجاء هذا المبنى العتيق نحتفل اليوم لمئوية الدولة الأردنية بعقد جلسة في رحاب هذا المكان العابق بتاريخ مشرف من تاريخ بلدنا ويمثل شاهدا على عمق مسيرتنا البرلمانية والتشريعية التي بدأت تنمو وتتجذر منذ وجود أول مجلس تشريعي عام 1929 هذا الصرح الذي يقوم على أحدى تلال عمان منذ أربعانيات القرن الماضي وفي جنباته ولد الدستور الأردنية وهنا أقررت تشريعات وسياسات وجرت مراسم تسليم الملوك وهنا أعلن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية وتلاق الأردنيون بكل مكوناتهم إنعقاد أول مجلس تشريعي في مطلع الأربعانيات القرن الماضي وبقي مقرا لمجلس الأمة حتى عام 1978 نستعيد من ذاكرة الوطن الطياف الذين أسسوا الحمل الأردني الهاشمي العظيم وينقسم المجلس من الداخل لقاعة العرش مكان انعقاد الجلسات وقاعة ثانية تحوي عددا من الوثائق والمقططات الصادرة في عهد الملك المؤسس عبد الله الأول ومقتنياته الشخصية وأصور رؤساء الحكومات في تلك الفترة ويضم المبنى أيضا قاعة التشريفات التي كانت تستقبل طيوف الأردن حمد الفائزة المملكة عمام